مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ما حرصها منذ عقود على نشر أسمى مبادئ السلام والتعايش بين مختلف معتنقي الأديان والمعتقدات انطلاقا من الأسس والقيم والمبادئ التي أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعى ثمن الشيخ خالد دور الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط في تعزيز الروابط التي تجمع بين شعوب المنطقة والعمل على تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار والمبنى على تعزيز تعايش الثقافات الحضاري والمساهمة بفعالية في مسيرة تطور البشرية على مختلف السعود أكد الشيخ خالد أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يتطلع لتعزيز التعاون مع الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط وبحث أوجه التنسيق الثنائي لما فيه خير شعوب المنطقة وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وضمان الحرية الدينية في مختلف الأقالي ترجمة نانسي قنقر